إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنَّ بسنَّته ونهج نهجه بإحسانٍ إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حقَّ تُقاته وسابقوا وبادِروا إلى موجبات مغفرته ومرضاته ودخول عليِّ جنَّاته واحذروا من أسباب سخطه وأليم عقوباته والخلود في عذاب جهنم في أسفل دركاته فإنكم اليوم في يسير مهلة وتوشكون عن قربٍ على مفاجأة نُقلة ألا وإن من حضره أجله فقد حيل بينه وبين غالي أمله وآن أوانُ انقطاع عمله وليُؤخر الله نفسًا إذا جاء أجلها والله خبيرٌ بما تعملون عباد الله لقد قال ربُّنا جل وعلا في أصدق القيل ومحكم التنزيل مُحذِّرًا عبادة من دُعاةٍ على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها قال تعالى وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوَّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وقال تعالى وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًّا وَنَصِيرًا وقال جل ذكره وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون ومفاد ذلكم عباد الله أنه قد سبق في علم الله جل وعلا أنه سيكون في مستقبل الزمان كما كان في ماضيه في كثير من الأزمان والأوطان شياطين ضلالة وإضلال من الإنس والجن يقعدون على جنبات صراط الله المستقيم ودينه القويم وهدي رسوله الكريم عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم ليضلوا كثيرين من الخلق عن الحق بزعم النصيحة وأنهم على حق ويؤكدون أقوالهم بجهد الأيمان كما زين ذلك الشيطان للأبوين عليهم السلام بالإغراء بالأكل من الشجرة التي نهي عنها ويؤيد أولئك الأفاكون ما يدعون إليه من الضلالة بما يأخذونه من موافقة مشاهير من أعيان من تآمروا في زمانهم من جاهل دعي على العلم أو عالم ذي غفلة وبلادة وغبن أو منافق عليم لسان ناقص عقل أو فاسد قلب ليضل الناس بزخرف ومتشابه القول عن نور الكتاب المنزل وهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم المرسل وعما كان عليه حواري النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين هم الطراز الأول ليفسدوا على الناس دينهم بوساوس إبليس وشبهات كل ملحد خسيس أو زلة عالم دفنت في بطون القراطيس فيظهر وساوس الشيطان ويتشبه بشبهات كل منافق فتان ويغر العوام بمن زل من أهل القرآن ليحققوا ما أخبر الله تعالى عنه بقوله يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أيها الناس إن من جملة من يدخل في عموم من حذر الله تعالى منهم فيما سمعتم من أصدق القيل ومحكم التنزيل قوم اعتمروا وتآمروا في أحضان دولة الإلحاد ومشرق الفتنة وبتحريك من زنادقة الصوفية المشركين بل والكافرين بتوحيد رب البرية وتحت راية أفراق الفلاسفة والجمية ليلبسوا على الناس دينهم ويصرفوهم عما كان عليه سلف الأمة الصالح إليهم حيث ادعوا حيث ادعوا زورا وبهتانا أنهم أي المؤتمرون هم أهل السنة ومن سواهم مفارق للسنة والجماعة ومن طوائف ظلال الأمة وليس ذلك وليس ذلك من الحق في شيء إلى غير ذلك إلى غير ذلك من العبارات الدالة على نفاق مكين وحقد دفين وكيد مكشوف لإضلال الأمة في هذا الزمان عن هدي القرآن الحكيم وعن هدى القرآن الحكيم وهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم وأوضح البيان وعما كان عليه أتباعه صلى الله عليه وسلم من أئمة الصحابة من آل البيت رضي الله عنهم من آل البيت الطيبين المكرمين وسادات المهاجرين السابقين الأولين وأعيان الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم رضي الله عن الجميع وهم البثنى عليهم والمشهود لجملتهم بالجنة في محكم القرآن فهؤلاء هم أهل السنة الحقيقيون وهكذا من اتبعهم على هداهم إلى يوم يبعثون بدلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح من الأمة لا بالدعاء والعريضة ولا بزخر في القول ولا بتزكية المبطلين من كل منافق فتان ودعي للإيمان أيها المسلمون إن الله جل وعلا قد أثنى على سلف هذه الأمة الصالح بقوله جل وعلا ممتنًا عليهم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بعث في الأميين رسولًا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ثم أثنى سبحانه على من اتبعهم على هداهم بإحسان بقوله وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وقال سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم أيها المسلمون ولقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجه وإياكم ومحجثات الأمور فإن كل محجثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني وقوله صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أي دخل النار وقوله صلى الله عليه وسلم مخبراً عن افتراق الأمة خير أمة قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلولهم ثم تحدث من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون وقوله صلى الله عليه وسلم عن فرق الأمة كلها في النار إلا واحدة قيل من هم يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وقال صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء وقد جاء تفسير الغرباء بأنهم الذين يصلحون عند فساد الناس أو يصلحون ما أفسد الناس والمعنى أن التابعين للنبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم وأصحابه يلزمون هدي أهد الكتاب والسنة ويحذرون مخالفتهما ويحذرون ممن خالفهما وقال وتعبد بغير هديهما فالمتمسكون بالكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح من الأمة هم أهل السنة والجماعة لا ما يقوله الأدعياء الآتون في آخر الزمان في أعقاب الزمن وفي زمن الفتن والمؤتمرون المتآمرون في أحضان دولة الإلحاد ومشرق الفتنة كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً أيها المسلمون إن المتبعين للكتاب والسنة ولما عليه الصحابة رضي الله عنهم الذين هم خيار الأمة وأتباعهم بإحسان هم أهل السنة والجماعة لأنهم لزموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا عليها واجتمعوا على ولاة أمرهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ووصّى فعملوا بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح من الأمة فعلموا الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح من الأمة وعملوا بهما وفق المأثور عن الصحابة والتابعين وأتباعهم بإحسان ممن لم يغمط ببدعة أولئك هم أهل السنة والجماعة تعريفاً وواقعاً ومنهاجاً وحالاً لا بالدعاوى ولا ببهرج القول ولا بكثرة الأنصار ولا بالاستنصار بالملاحدة الكفار معاشر المسلمين قال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا أفرانك ربنا وإليك المصير وقال صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وفي رواية وباللقاء الله تعالى وبالجنة والنار فمن آمن بهذه الأمور فهو المؤمن ومن عمل بقوله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام من عمل على الكتاب والسنة بهذا فهو المؤمن المسلم وهؤلاء هم الجماعة هم جماعة المسلمين قال صلى الله عليه وسلم في تعريف الطائفة الناجية من الفتنة ومن النار والمنصورة بالحق الظاهرة إلى يوم القيامة هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فمن آمن بما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم من ربه وتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فاتبعه على هده وسنته ولزم ما عليه خيار الأمة الذين هم أصحابه من المهاجرين والأنصار وأهل بيته فهؤلاء هم أهل السنة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فهم أهل الجنة فهم أهل السنة وهم الموعودون بالجنة أما من خالف صريح القرآن ولم يقبل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل إليه من ربه بالبيان ولم يتبع المهاجرين والأنصار بإحسان فليس من أهل السنة وإن ادعاها وليس من الجماعة وإن زعمها بل هو من الهالكين الهالكين في النار قال تعالى ومن يشاقك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعنا بما أنزل فيه وله من الهدى والبيان أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لولكم ولوالدين وأزواجنا ومشايخنا وذرياتنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه يغفر لهم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه أشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وإخوانه أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى واستمسكوا من الإسلام العورة الوثقة واحذروا أسباب سخط الجبار فإن أجسامكم على النار لا تقوى وتدبروا كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح من الأمة لأجل أن تكونوا على بينة من دينكم ولأجل أن لا تضلكم شياطين الإنس والجن في كل زمان ومكان عباد الله بمقارنة بسيطة مختصرة لما دل عليه الكتاب والسنة فيما دل عليه الكتاب والسنة وكان عليه السلف الصالح من الأمة والتابعون لهم بإحسان إلى يومنا هذا وإلى آخر الأمة وما عليه جماعات المؤتمرين المتآمرين في أحضان دولة الإلحادي ومشرق الفتنة يتبين لكم ما هم عليه من الضلالة والمفارقة للإيمان والجماعة جلياً يتبين ذلك لخاص الناس وعامهم حتى لرعاة الماشية وحتى للعمالة الذين لا يفهمون إلا أبسط مسائل الدين وضرورياته عباد الله تفرد الله جل وعلا بالخلق والملك والتدبير وأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم مبيناً لما أنزل إليه من ربه بأن الله تعالى وحده هو الخالق الرازق المدبر المنفرد بجلب النفع ودفع الضر وإجابة المضطر وكان على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون في زمانه وأتباعهم بإحسان آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون ومن عقائد بعض المؤتمرين المتآمرين في أحضان دولة الإلحاد ومجدق الفتنة أن من خلق الله من ينفع عند الله بالشفاعة ولو كان ميتاً على خلاف ما دلت عليه النصوص بمعنى أن من يزعمونهم أولياء وصالحين أنهم ينفعون الناس في الحياة ولو كانوا أمواتاً فيجلبون لهم النفع ويدفعون عنهم الضر حتى قال زعيم دولة الفتنة الخميني الهالك لعنه الله إن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا من الله مكاناً لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل وأنهم محيطون بالعرش ويعلمون خفايا الغيب وذرات الكون قاتلهم الله أن يؤفكون فأين هؤلاء والسنة والجماعة؟ ومن عقائد هؤلاء الصوفية أهل وحدة الوجود أن الأولياء كذلك يعلمون الغيب ويعلمون أسرار النفس وأنهم يقضون الحاجات وأنهم يتوسطون بين أتباعهم وبين الله تعالى في تحقيق مطالبهم ونيل معاربهم ولقد صرحت رؤوس منهم بالتعلق بالأموات وأنهم على هذا الشاكل يقضون الحاجات ويجيبون المضطر عباد الله ومن ضلالات هؤلاء أنهم يخالفون قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنة وقوله سبحانه مخبراً عن نفسه له المثل الأعلى في السماوات والأرض والمعنى أن له سبحانه وتعالى أسماء حسنة سمى بها نفسه منها ما اختص به ومنها ما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه وفيما أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين أسماء مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة قال تعالى ولله الأسماء الحسنة فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ومن هؤلاء المؤتمرين المتأملين من ينفي الأسماء الحسنة عن الله عز وجل وينفي الصفات العلا عن الله عز وجل حتى أنه يؤمن برب لا وجود له إلا في الأذهان لا في الأعيان لأنه إذا نفى عن الله كل اسم سمى به نفسه وكل وصف وصف به نفسه فإنه معناه أنه ينفي وجود الله جل وعلا أصعى وتلك عقيدة لهؤلاء توارثوها عن أسلافهم مأخوذة من اليهود والنصارى والصابئين وغيرهم عباد الله ومن ضلالات هؤلاء أن الله عز وجل يخبر عن نفسه فيقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ينصب وجهه قبل عبده إذا كان في الصلاة ويقول صلى الله عليه وسلم مرشدا من يدخل المسجد أو يخرج منه أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وهؤلاء ينفون أن يكون لله تعالى وجه ويفسرون الوجه بالجهة قاتلهم الله أنه يؤفكون تلكم عقيدة من عقائد هؤلاء المؤتمرين المتآمرين الباطلة التي ورثوها عن أسلافهم وعن ظلال الأمم من قبلهم عباد الله يخبر الله تعالى عن نفسه موبخاً إبليس فيقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ويقول سبحانه عن نفسه بل يداءهم مبسوطتان ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى بيده القص يخفضه ويرفعه وأن الله تعالى خلق جنة عدن بيده وخلق آدم بيده وكتب التوراة بيده ويقول هؤلاء ليس لله يد وإنما المراد باليد النعمة أو القدرة قاتلهم الله أنه يؤفكون ومما عليه بعض هؤلاء المؤتمرين المتآمرين أنهم ينفون عن الله تعالى العين ويقولون المراد بالعين العلم والله تعالى يقول والله تعالى يقول ولتصنع على عيني ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم تعالى ليس بأعور ويخبر الله جل وعلا عن نفسه بالعين في آيات محكمة وعلى الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة وهؤلاء ينكرون وصف الله تعالى بالعين كذلكم فإن الله عز وجل أخبر عن أعظم نعيم المؤمنين يوم القيامة في عرصات القيامة وفي الجنة بأنهم يرون الله جل وعلا فقال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم ومن عقائد هؤلاء المؤتمرين المتآمرين أن الله تعالى لا يرى وهكذا يخبر الله جل وعلا في سبع آيات محكمات أنه استوى على العرش ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أن الله تعالى على العرش وهؤلاء منهم من ينكر استوى على الله على العرش ويقول كان ولا مكان وهو على ما كان تعالى الله تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا عباد الله ومما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان إثبات الحكمة لله جل وعلا وأن الله تعالى يخلق لحكمة يدبر لحكمة ويشرع لحكمة ويجزي لحكمة وهؤلاء من عقائدهم أن الله تعالى منزه عن الحكمة زعموا لأنهم يقولون الحكمة نوع حاجة والله تعالى منزه عن الحاجة وإنما الحكمة وضع الشيء موضعه اللائك به بحيث لا يصلح غيره مكانا وهذه الحكمة هي التي يوصف بها الله عز وجل فإنه الحكيم العليم وإنه ذو الحكمة له الحكمة البالغة إلى غير ذلك وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمة ربه وآمن الرسول صلى الله عليه وسلم بما أنزله من ربه بكل ما سمعتم وغيره مما دل عليه الكتاب والسنة عباد الله ومن عقائد بعض هؤلاء المؤتمرين المتآمرين أن الله عز وجل يخبر عن نفسه أنه الرحمن الرحيم وأنه يرحم من يشاء وأنه الغفور ذو الرحمة وهم ينفون عن الله عز وجل الرحمة ويفسرونها بإرادة الإنعام إلى غير ذلك من التفسيرات الباطلة وهكذا يظل هؤلاء ويريدون أن يظل الناس تبعاً لهم وأن يأخذوا بضلالتهم بل من عقائدهم الباطلة أن الله عز وجل ليست له المشيئة التامة بل يكون في ملكه ومن عباده تعالى الله وتقدس ما لا يشاء وأن العاصي عاصى الله عز وجل بغير علمه وبغير مشيئته وأن معصيته خارجة عن خلق الله تعالى وعن علمه وملكه فالعبد هو الذي خلق عمله تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً وهكذا أيضا ينفون عن الله القدرة وأنه يكون في ملك الله تعالى ما لا يشاء وما لم يخلقه وأن قدرة العبد غلبت قدرة الله تعالى الله عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين فكل ما سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم بلغه عن ربه جل وعلا من الأسماء والصفات وبينها في ما ثبت عنه من الأحاديث الصحيحات وآمن الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان بذلك كله حيث لم ينقل عنهم حرف واحد يخالف ما دل عليه ظاهر القرآن والسنة مما يدل على موافقتهم واعتقادهم بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ربه فاحذروا عباد الله هؤلاء الضلال الهالكين الذين يزينون عقائد الضالين ويزرعونها وينشرونها بين المسلمين ويأتمرون ويتأمرون لإضلال المسلمين عن هد الكتاب والسنة اتباعا للشياطين وسلوكا لمسلك الغاوين وليكثروا أهل جهنم معهم فاتقوا الله عباد الله واصدروا في عقيدتكم ودينكم عن كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعما كان عليه السلف الصالح فأي علم لم يكن من علم السلف الصالح مما شرعه الله عز وجل فلا تعلموه وأي عمل لم يكن عليه السلف الصالح فلا تعملوه فإنهم سبقوكم إلى كل خير وفازوا بكل فضيلة وأثنى الله تعالى عليهم وعدهم بالجنة وهم يمشون على الأرض اللهم وفقنا لما تحب وترضى واسلك بنا سبيل أو للتقى واجعلنا مباركين إنما كنا اللهم فقهنا في ديننا وارزقنا الإخلاص لك يا ربه ما نأتي وما نذر وحسن اتباع نبيك صلى الله عليه وسلم في كل أمر واجعلنا أئمة للمتقين هداة للخلق وأنصارا للحق على صراطك المستقيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين